مرحبا بكم أصدقائي في عالمنا الممتع والجميل في درس جديد من دروس اللغة العربية عنوان الدرس أحب مدرستي الجزء الثاني والصف الأول الابتدائي من الوحدة الثانية هل تريد يا قمر أن تسمع حكاية اليوم؟ اسمع يا قمر فحكاية حل وصفر هو رحلة قصيرة مليئة بالألوان والصور وحكاية اليوم هي قراءة الدرس قراءة صحيحة محاكاة جملة فعلية بسيطة تتكون من فعل وفاعل فهيا بنا يبحث حمد عن عنوان الدرس فذهب إلى المختبر لم يجد شيئا فذهب إلى المكتبة أيضا لم يجد شيئا هو ذهب إلى القاعة الرياضية أيضا لم يجد شيئا فذهب إلى المصرح المدرسي نعم فوجد عنوان الدرس أحب مدرستي فهيا بنا يا أصدقائي قبل أن نبدأ تسأل المعلمة وتقول من هو القارئ الجيد نعم هو الذي يستطيع التهجئة الصحيحة للحروف والمقاطع ينتبه للحركات الطويلة والقصيرة فهيا لنبدأ أحب مدرستي عالم بلدي هي رفرف في مدرستي رسوم جميلة تزين مدرستي أحافظ على مرافق مدرستي أحب أن أتعلم في مدرستي رائع جدا يا أصدقائي والآن دعونا نقرأ النص مرة ثانية ورددوا معي أحب مدرستي عالم بلدي يرفرف في مدرستي رسوم جميلة تزين مدرستي أحافظ على مرافق مدرستي أحب أن أتعلم في مدرستي رائع جدا يا أصدقائي نريد حمد أن نتذكر معه الجملة المناسبة لكل صورة فهيا بنا لا 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 هيا يا أصدقائي نعم عالم بلدي يرفرف في مدرستي لا 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 هيا تذكروا معي رسوم جميلة تزين مدرستي لا 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 نعم أحافظ على مرافق مدرستي رائع جدا لا 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 فكروا نعم أحب أن أتعلم في مدرستي رائع جدا يا أصدقائي يقول لنا حمد أننا قمنا بقراءة الدرس كراءة صحيحة وسوف نقوم بمحاكاة جملة فعلية بسيطة تتكون من فعل وفاعل فهيا بنا والآن خمنوا معي ما الحيوان المختبئ خلف العشبي وله خرطوم طويل فكروا نعم إنه فيل يقول الفيل أحب أن ألعب في الحديقة رائع جدا خمنوا معي يا أصدقائي ما الحيوان الثاني المختبئ خلف العشبي نعم إنه أرنب ماذا يقول يا ترى أحب أن أقفز في الحديقة رائع جدا لاحظوا ما هي يا أصدقائي الكلمات الملونة باللون الأحمر ألعبوا أقفزوا إنها كلمات تدل على أفعال نقوم بها حسنا يا أصدقائي أنا ألاحظ وأميز انظروا معي يا أصدقائي إلى الصورة الأولى ماذا يقول لنا حمد؟ نعم يقول أنا أحب أن ألعب في مدرستي انظروا معي إلى الصورة الثانية ماذا تقول لنا ريم؟ نعم أحب أن أكتب في مدرستي رائع جدا أما الصورة الثالثة ماذا يقول لنا حمد؟ انظروا جيدا أحب أن أقرأ في مدرستي أما هنا انظروا معي إلى الصورة الرابعة ماذا تقول ريم؟ نعم أحب أن أرسم في مدرستي رائع جدا يا أصدقائي والآن جاء دوركم أحبائي عبروا عما تحبون أن تفعلوه في المدرسة كما فعل حمد وريم وبهذا نكون قد تعرفنا اليوم كيف نقرأ الدرسة قراءة جهرية وكيف نحاكي جملة فعلية بسيطة محاكاة صحيحة وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم وفي نهاية رحلتنا نكون قد تعلمنا وإلى اللقاء